التفكير في تأسيس ونشر وعي سياسي يلملم شعثة تيه في الدول العربية يتطلب زمناً طويلاً وتفكيراً استراتيجياً عميقاً لا سيما أن أمد الاستبداد استفحل وتشرب في النفوس وكاد أن ينسي الشعوب بأن الوعي السياسي يعد من ضرورات المجتمعات الساعية للتطور والنمو لا شك أن مجتمعاتنا العربية تستحق حياة أفضل بكثير من الحياة التي تحياها اليوم وحتى ثورات الربيع العربي التي قامت لن تؤتي بثمارها المطلوبة إلا بعد تكوين ثقافة عقلية تساعدها على التفكير الاجتماعي والسياسي المنطقي السليم بعيداً كل البعد عن تلك الهيمنة التقليدية للشعارات كانتشار الفساد السياسي بصوره المتعددة وتراجع الحريات بأشكالها المفزعة الوعي السياسي الذي يمثل إدراك الفرد وفهمه لواقع مجتمعه السياسي ومعرفة المشكلات القائمة والقوى الفاعلة والمؤثرة في صناعة القرار على المستويين المحلي والعالمي هو في الواقع يجسد حالة من اليقظة الفكرية التي يتمكن من خلالها الإنسان من رصد الأحداث وتحليل وتشقيص أبعادها وآثارها ويساعد المجتمع في مواجهة مشكلاته وتحصينه من التهديدات الداخلية والخارجية المعوق الفكري يعد من أهم عوائق اكتساب الوعي السياسي فالمؤسسات الأولية في التوعية والتنشيئة السياسية المتمثلة في الأسرة والمدرسة والجامعة لا تقوم بذلك الدور الذي يساعد على اكتساب الوعي السياسي وبالتالي أسهم في غياب عملية البناء والتقدم والتنمية والاستقرار وعرقلة التحولات الاجتماعية والسياسية فضلاً عن ثقافة الشكوى التي اجتاحت المجتمعات المتخلفة فالكل يصف المشكلة ولكن قل ما تجد فئة مهتمة بحلها أو تقديم المقترحات المناسبة لتأسيس وعي سياسي تتبناه الدول العربية